من الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة النهاردة الأمم المتحدة هتحتفل بليوم العلامي للمدن في مدينة الأقصر الفعالية هتقام تحت عنوان تكييف المدن من أجل المرونة المناخية النهاردة كمان هيتم تنظيم قفلة طبية مجانية في قارية ريينة الحاجر أتباع المركز ساقلتها بمحافظة سهاج وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة واللي هتستمر لمدة يومين النهاردة وبكرة جمعة للقاهرة هتطلق مسابقة فنون خمسة لطلاب الموهوبين في مجالات كثيرة زي الموسيقى والكرال والإنشاد الديني والترانيم والأفلام القصيرة وكمان الرسم والجرافيك وده في إطار مبادرة إعادة بناء الإنسان للمصر ورياضية النهاردة هيكون فيه خمس مباريات مهمة في الأسبوع الثاني للدوري الممتاز الإسماعيلي هيواجه السيراميكا ساعة 3 العصر وفي نفس المعاد هتكون مباراة مصر المقاصة وجونة وساعة 5 ونص هتتلعب مباراة الزمالك وطلاقع الجيش وفي نفس المعاد هتكون مباراة فاركو فيراميدز والأهلي والبنك الأهلي الساعة 8 بالليل